اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي مع اقتراب ما يسمى بالانتخابات المبكرة كان الحديث وما زال يتصاعد خاصة من قبل كل اطراف العملية السياسية وكل قواها احزابها وقواها وشخصها ومن وسائل الاعلامة التي تابعة لهذه الاحزاب ولهذه القواة ولبعض الاعلامين للأسف الشديد الذين يحاولون خداع الناس ويتكلمون بألسنة هؤلاء السياسيين الذين يحكمون العراق منذ عام 2003 لحد الآن يتحدثون خلال هذه الايام والايام التي سبقتها ومع اقتراب ما يسمونها بالانتخابات المبكرة يعني زاد اهتمامهم وزادت مساحة حديثهم والوقات التي يأخذونها سواء على شاشات القنوات الفضائية أو على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عن ان هذه الانتخابات المبكرة ما جاءت الا استجابة لثوار تشرين استجابة لمطالبهم هذه الانتخابات تعبر عن مطلب رئيسي من مطالب الذين خرجوا في تشرين اول عام 2019 ثوار تشرين يعني لا نريد ان ننكر ذلك ونقول ان ثوار تشرين لم يطالبوا الانتخابات مبكرة هذه حقيقة واقع طالبوا بها ولكن كيف طالبوا بها وما هي الشروط وما هو الاطار الذي قالوا انه لابد ان يتحقق لكي تجري هذه الانتخابات قالوا نريد هذه الانتخابات المبكرة بلا هذه الاحزاب بلا هذه القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الان والتي خربت العراق بدون مشاركة كل هذه القوى التي دمرت العراق وافسدت وسرقت ونهبت وتاجرت بدماء العراقين وبأموالهم وبأعراضهم وهجرت الشباب وغيرت ديمغرافية المناطق وعبثت بكل شيء ورهنت ارادة العراق ومستقبل العراق وسيادته واستقلاله الى الغير طالبوا بان تجري الانتخابات في ظل السيطرة على السلاح في ظل ضبط السلاح وجعله بيد الدولة في ظل طالبوا بالانتخابات المبكرة في ظل انهاء الميليشيات ودورها التي قتلت الناس واستفزت الناس طالبوا بالانتخابات المبكرة بعد القضاء على الفساد والفاسدين شرط من الشروط القوية طالبوا بالانتخابات المبكرة بعد العرض او الامساك بكل من قتل المتظاهرين او اساء اليهم اكثر من الف متظاهر من المتظاهرين من ثوار تشرين قد قتلوا في الساحات في بغداد وفي النجف والبصرة وفي كربلا وفي كل المدن في العمارة وفي غيرها وجوريح اكثر من ثين وثلاثين الف وطولد الذين ينشطون في التظاهرات والناشطين في كل مكان وتم اختيالهم كثير تم اختيالهم هذه بعض الشروط التي طالبوا بها طالبوا بوضع خطة طبيعية واطار طبيعي وطني او منهج وطني لادارة العراق وفي ظل ذلك تجري الانتخابات ولكن ان تجري الانتخابات ويسمونها مبكرة وهي استجابة لثور تشرين فقط لانه العنوان اخذوه هكذا هذه كذبة كبيرة هم اخذوا فقط العنوان اما المحتوى ما هو المطلوب ما هو شروط هذا الاطار يعني ليس لهم به اي اهتمام لم يتابعوا شيئا فيه بالعكس يعني وجدوا في هذا العنوان مخرجا لبقاء عمليتهم السياسية ولتدوير هذه النفايات ليعادة الحياة الى العملية السياسية التي لفظت انفاسها على يد الثوار ثوار تشرين اخرهم ثوار تشرين هؤلاء الابطال هؤلاء الشباب الرائعين الذي ضحى اكثر من الف منهم بدماءهم اكثر من ثلاثين جريحوا وجروح بعضهم يعني شديدة جدا وصلت الى حد التعويق والكثير منهم تم اغتيالهم ومطاردتهم ولحد الان مطاردين ويقولون ان الانتخابات جاءت استجابة لفوار تشرين هذه كذبة كبيرة القتل والترويع والاختيالات والمجروحين هؤلاء هذه كلها ملفات موجودة امام الحكومة وكل قوى العملية السياسية فكيف يمكن ان تهمل كل هذه ويذهبون الى ما يسمى بالانتخابات من قد هؤلاء من جراحهم من من اساء اليهم وبالتالي نفس القوى التي قتلتهم والتي اساءت اليهم والتي ثاروا عليها وخرجوا ضدها هي التي تشارك بالانتخابات وهي من تدعي الاصلاح وتدعي انها ستبني العراق واستحقق امنيات المتظاهرين يعني عجيب غريب من يقتل المتظاهرين من يدعي اليوم انه سيستجيب وهو المستجيب لطلبات المتظاهرين هذا كيف الحال يعني الحقيقة هناك حملة اعلامية شريسة مغرضة تحاول ان تشوه الامور تحاول ان تبدي للاخرين وبالذات اقليميا ودوليا ان هذه الانتخابات ما يسمى بالانتخابات المبكرة قد جاءت استجابة لطلبات المتظاهرين وهذه كذبة كبيرة والدليل الدامغ على كل ذلك ان كل المتظاهرين كل ثوار تشريين لن يشاركوا في هذه الانتخابات ليس لهم علاقة بهذه الانتخابات وسيقاطعونها مقاطعة شديدة هذا واقع الحال اما من يكذبون ويقولون ان هذه الانتخابات جاءت استجابة للثوار هذه كذبة كبيرة لم يأخذوا مثل ما قلنا سوى العنوان ويستغلوا العنوان لمصلحتهم هم يحاولون الدفاع عن مواقعهم عن كراسيهم عن العملية السياسية عن مخرجات هذه العملية بما فيها من فساد ومكاسب وخراب للعراق ومكاسب لهم ليذهب العراق الى الجحيم لا يهمهم المهم ان تكسب جوبهم وان تكسب الاجندات التي يتبنونها هذا واقع الحالي الحقيقي ويحاولون تدوير هذه الوجوه الكالحة التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن وساقت العراق من كارثة الى كارثة حتى صارت الكارثة مثل كرة الثلج تتزحرج من مرتفع عالي وتكبر كل يوم وتسحق الناس والشباب الذين خرجوا في تشرين ارادوا ان يوقفوا هذه الكارثة هذه الكتلة الكبيرة ايقافها لكي يتسنى للعراق ان يعيد نفسه وينهض ويبني نفسه بعيدا عن كل هؤلاء لان ادوات التخريب لا يمكن ان تكون ادوات للبناء هذه هي الخلاصة في كل ما قالوه لكن من يحكمون العراق من احزاب وقوى وحكومات مدلسة وكاذبة تريد ان تقلب الحقائق وتقول انهم هم البنات وهم الذين سيصلحون وهم سيبنون العراق وهذه كذبة كبيرة اكثر من 15 سنة لم يبنوا الا الخراب لم يبنوا الا المصيبة لم يكبروا الا الكارثة لم يؤذوا الا البشر لم يؤذوا الا الحجر سرقوا كل شيء وضيعوا هوية العراق وضيعوا سيادته واستقلاله ورهنوا كل شيء للاجنبي وابن العراق يتلوض جوعا ومرضا واذا وهدرا للكرامة مع الاسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى اترككم بخير وارتقيكم في حلقة اخرى ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة